موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم التوفيق السيد اليوم سيكون هناك شرح عن تتبع كمال التتبع ونشرح الكليك ماجيك ان شاء الله لكي ننشأ رابط رابط الاحالة او رابط الافليات وكمان سنرفع الاندبيج ان شاء الله سنعدل على روابطها ان شاء الله سيكون شرح قليلا لكي نركز وحل انتباهك كاملا للفيديو ده لكي سيكون ان شاء الله دي سيكون وما يتحمل اي خطأ لان الخطأ ده سيكلفك فلوس رجائن رجائن خلي كل شيء على جنب موبايل تابع معي الفيديو ده يعني مش مهم جدا جدا انه يتم بالشكل الصحيح عشان الاخطاء ما يصير عندك اي خطأ اول شاء الله سنبدأ فيها ستدخل على اي توستن ستسجد دخول بعدها ستدخل على سي بانل بعدها ستنزل لتحت ونروح مباشر على زون اديتر نضغط عليه بعدها تروح يفتح لك الصفحة دي هنضغط على الدومين بتاعنا اللي هو انت حاجزه لو كان بس وحيد مش هيكون غيره هتضغط على مناج انا فتحته كده مناج زون او مناج شكل مفتاح مثل مفتاح او هيك شيء بعدها نضغط على Add record او نضغط العلامة نضغط العلامة هنا Add CNAME record هنكتب هنا Go نقطة دومين هنا your domain .com وهنا هتكون سابتة جملة سابتة www.clickmagic.com زي كده بالضبط لازم تكتبه ده عندك وعندي نفس الكلام ده عشان يحوى الروابط عشان ينشى الروابط العفلية ان شاء الله هيكون زي كده بالضبط ولا عفوا هنا لا لازم يكون كده هون دومينه هيكون انا هكتب دوميني اللي هو هنا هنسخه هلسقه هنا طبعا ده لا بيضيفه لوحده كده دوميني اللي هنا انت هتشيله وتحط دومينك و اول شي هتكتب Go عشان الروابط العفلية هتكون عن طريق ده يعني هتكون مثلا go.diadiabetes.com سلاش مثلا واتش فيديو مثال يعني هننشأه هنشوف بعد ما تضيف ده وطبعا عيف العددات على حالها نضعت على Add record طبعا انا هيعطيني ان فيردي ضيفه دال بال القبل اهنا اجرد اشتركوا في القناة طبعا عشان نتكد انه موجود ممكن نضغط على c name هنا يطلعنا نبحث على go ايوا تمام بالضبط ده هو بتاعي انا ضيفه طبعا هياخد وقت عشان نقدر نضيفه على click magic هننسى اخر الرابط ده هننسى اخر نروح على click magic ده داشبورد هنروح على tools نروح على domain manager نروح هنا ننصق ال domain هنا بعد نترك العددة حالها c name dns or a record نفسه بالضبط بعد نضيفه على add custom domain طبعا الخطة المختارين هنحنها تدعم اثنين custom domain يعني دومينين تقدر تشتغل عليهم ممكن طبعا ال domain الاساسي ل click magic واضافة لقاله اللي هو اثنين custom domain طبعا ال back up url هنا ما في الداعي ممكن تحط رابط افتراضي لو ما دخل لو ده الرابط غلط كنت تحط رابط اي رابط هنا انا ما رح احط اي رابط ما في مشكلة تمام كده نضاف قد يعطيك رسالة الخطأ يعني تضغط على add custom domain يعطيك رسالة الخطأ ما في مشكلة يعني ده طبيعي لان ال dns لبما يتحدث بياخد وقت ممكن ياخد لالست ساعة بالكتير نهار كامل اليوم كامل 24 ساعة فانتظر وضيفه بعد وقت بعد 24 ساعة ما في مشكلة بعد ما نضيفه سنرجع لل links او نضغط من فوق هنا تضغط على links ضغط على create new link طبعا لازم نجدد الصفحة هون طبعا فتحلنا الصفحة ممكن نختار ال domain الاساسي ل click magic وممكن نختار custom domain ضفناه كما قلنا مسموح لانه بالخطة الاولية اثنين custom domain لو كان دومان عقام ممكن تضيف واحد عام واحد خاص مثلا هنا انا عندي دومان خاصه خاص لمنتجات السكر يعني ما يمشي حال غير منتجات السكر هنسمي العرض او الاسم link سوف نسميه مثلا Diabetes Clickbank هذا الانديبيج ثانية سوف نسميه 02 مثلا ممكن تمام بالنسبة للرابط سيكون كده Watch Video Primary URL هنا نضع رابط الافليات هنا نضع رابط الافليات الذي نسخناه وضعناه بالفكرة لو فاكر Can Offer Link هذا الرابط نسخناه وضعناه هنا سننسخه ونضعه هنا سنضف له علامة علامة TID TID يساوي نفتح اوسين Click ID هذه مهمة جدا جدا عشان يعرف من اين اجت مبيعه نضع علامة الاستفام TID يساوي وداخلها وداخلها نضع ونضع لان اشتغل لان اشتغل لان اشتغل سنضيف علامة الاستفام لان اخبر TID يساوي ونضع علامة الاستفام ونضع ونضع وداخلها Click ID هذا مهمة جدا جدا عشان يعرف من اجت المبيعه طبعا اعمال بالضبط سيكون كله نظامي لا يوجد اي خطأ ممكن ان انسخه ونضع ونضع بعد نضع نضع على Create Link لا تقرب لان اشتغل لان اشتغل اشتغل نضع تنشأ الان اشتغل انتظر هذا هو Link سننسخه نضع Ctrl C او زر اليمين لا يوجد مشكلة سنضع Track Link Tracking او Track هذا هو Link المتتبع سنضع slash سنضع ونضع S1 نضع نفتح S2 نضع نضع البرامترات سنرى بالتفصيل كيف سنمرر التتبع سنبدل القيم مثلا هنا نضع كلمات المفتاحية هنا Query String الذي يبحث عليها العميل هنا نضع The Add Group سنرى التفصيل ونصل للاعلانات نضع بالترتيب الذي يريد اعلان من Bing هنا ليس ضروري لكن اكتبه مثل S4 كده تمام صار لينك جاهز لينك التتبع جاهز لانه نضع صفحة لابوت سننسخ لابوت سنذهب على صفحة الهبوط سنفتح ببرنامج Brackets سنضع رابط أسفل فيديو لا يوجد مشكلة هذا برنامج محرر أكواد لن نعدل أي كود ولكن سنعدل الروابط فقط سنذهب أول تمام هنا سنضغط على لو رفعناها قليلا سنضغط على Find Find أو Find سنفع هذه لفوق سنضغط على Find سنضغط على Replace سنكتب هنا رابط الموجود اللي هو سنذهب سنرجع هنا نذهب على صفحة نحن نسخناها من هذا الرابط سنحدده كله طبعاً أنا ما حددت كل الرابط بس هرجع للأول هزفها دول ده الرابط هدخل عليه طبعاً أنا دخلت الآن سجل خطيت رابط ده رابط اللي نسخنا منه صفحة الوبوت وفتحته في المصفح عشان بس أعرف اللي حبدله حبدل الرابط القديم بالرابط الجديد اللي هو رابطنا طبعاً هنا الرابط ظاهر في أسفل يسار الشاشة بس عشان نفسه رابط نضغط على زر اليمين نضغط على Copy Link Address هنروح نرجع على Bracket ننصق الرابط هنا Replace With اللي هو رابط اللي هو رابط اللي نسخناه من هنا هناخده ننصقه نرجع على Bracket ننصقه ده رابط العرض رابطنا هنضغط على Replace All ونسيف Ctrl S ونحن نحن عيد العملية لاني نصيان ارفعه ده الرابط بحست عنه ولسقط هنا الرابط الجديد ده الرابط القديم الرابط الجديد وضغط على replace All بعد قام بعمل تدديل لكل الروابط القديمة وبدأها بالجديدة بكافة زر سهل جدا ونحن لا يحتاج أي خبرة من أحبار مجيئة انا علمتك هذه سهلة لا يحتاج أي شيء نرجع ونفتح صفحة الوضوط لكي نتأكد Open with نزل قليلا نفتح الصفحة Open with Google Chrome سنقوم بخطوة خطوة أول شيء نحضر الرابط سنتأكد أنه يعمل أيها تمام صار في أسفل اليسار الصفحة تمام هناك مشكلة الخطوة اللي هي إضافة أكوات تتبؤ دي مهمة جدا جدا أكوات تتبؤ نحن كنا ناسخين أكوات تتبؤ الخاص بحجار سننسخ من هنا insert inside head سننسخ ونلسخ في الهد هذه الصفحة سنرى الهد وين الهد هذا الهد هنا طبعا أنا بفضل ننزل لتحت دي حسب يعني برمجين كلهم قائلين كده سنرى أين تذكير الهد هنا أين ترى هذه العلامة ممكن تبحث عنها من هنا تبحث عنها ترى أين موجودة وقبل مباشر تضع enter قبل مباشر أو enter ثاني قبل مباشر هنا سنلصى الكود الخاص به hotjar ctrl s هذا هذا الهد هو 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 tracking من هنا على جنب copy to clipboard تحدد بس تضغط على copy to clipboard ونسخوا تلصقوا هنا قبل تسكيرت أو قبل هذه العلامة تبحث عنها ممكن تبحث عنها ممكن تبحث عنها بالشكل ده ممكن تكتب كمان ما في مشكلة زي كده مثلا طبعا البحث عنها في البرامج ctrl f تقريبا في كل البرامج ctrl f كروم بكذا ببحث عن الأشياء هتكتب الشحطة أو عفوا مش شحطة ال backslash أو ال slash مش عارف دي هتكبسها تكتب بـ head سيبحث عنها تضغط enter enter مرتين و تتصخ الكود فوقه مباشر طبعا أنا اتراجعت خطوطين هتكتب 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 كونترول اس عشان الحفظ بعد ما يحفظوا كده نكون هنا من الهجر نأتي لكود تتبع click magic هتكتب كود التتبع click magic سيكون موجود يعني حط لكه في ملف اسفل فيديو اللي هو تركر هنا ايه تمام هذا كود نضع لكه في رابط اسفل فيديو لا يوجد مشكلة هتشوفه ان شاء الله في رابط هذا ثابت للكل يعني هذا لي وليك ولكل الناس الذين يستخدموا click magic نفسه سننسح سنذهب على ال البركت ننزل لتحت الشيء تحت الشيء هذا كود بالclick magic هننزل لتحت الشيء نشوف وين تسكيل الbody اللي هي ctrl F عشان نشوفها ممكن تنزل لتحت ممكن دي السلاش وعدها body تكتب body نشوفها وين دي هنا هنضط enter enter ونصقه فوق مباشر ctrl V ctrl S عشان الحفظ كده تمام زبطنا التتبع بشكل نظامي تتبع الهجر وتتبع click magic كده تمام هنا هنجدد هنجرب هنروح نجرب نروح على صفحتنا اللي هي هنا F5 نروح عشان نتأكد انه click magic اشتغل بشكل نظامي وبدأ البرامترات هي S1 و S3 و S4 هنجدد الصفحة عشان نتأكد انه click magic شغلا بشكل نظامي طبعا قبل الرفاء يعني عشان ما نتعذب بالرفاء والتعديد هنشوف الصفحة نفتحها وبعدها لازم يكون S1 و S2 و S3 و S4 مخفيات من الروابط يعني لو تظن لازم تحمل الصفحة في شكل كامل كلام هاد لحد هون أفن كلام كان لحد هون فضي طيب الآن ضبطنا التتبع بشكل صحيح عشان نتأكد انه حنتأكد منه بالمستقبال بعد رفع الاندي بيج طبعا نسا محتاجين نعدي اللوغو ونسا محتاجين نعدي الصورة الصورة اللي هون ونسا محتاجين مش عارف هنا فيه كرام لازم نشيله يعني لازم نعدل فيه تعديلات أول شيئا نبلش في اللوغو طبعا حتكم مصمم اللوغو يعني شفت زي ما قلت لها بالضبط انه بسيط جدا 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 ليكم معقد كتير ويعني ما بده كتير شغل فبس اي لوغو شكله بس متل لوغو يعني مختلف عن شكل الصفحة شكل ماي مثل هنا شدو عادي جدا ما فيه مشكله طبعا عشان نعرف نبدل لوغو سنضع زر اليمين على الصورة دي نضع على Save Image As بس عشان نعرف اسم اللوغو اللي هو ده سننسا مختلف كونترل سي سنرجع للاندي بيج سنرى هنا هذا اللوغو اه 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 طبعا عشان تبدل لوغو لازم عمله كونترل اكس عشان يقصه من هنا ويحط ونلطقه برا بعد ان ننسخ الاسم كاملا ننسخ الاسم كاملا ونرجع للصفحة ونبدل اسم اللوغو اللي بتاعنا يعني نبدل اسم اللوغو العديم هيك كون اه عدلنا اللوغو بشكل صحيح نضغط على اف خمسة عشان نجدد الصفحة فتحنا في مصفح تاني اه هنا فتحنا في زي مصفح تاني وما مشي الحال تي غالبا مشكلة باقي يعني حالا برمجيا اه حبحث عن اللوغو اللي هو دايا بيليز فور اللوغو حبحث عنا اللوغو هنا لا مش هنا اه اه دا اللوغو طبعا الحل هو هنهزف الكلام ده كده هتنحل المشكلة ايوه تمام طبعا اللوغو كبير هصغره اه لو رجعنا هسكر الاوبرا اعتقد كانت ما يمشكلة من الكاش احيان تكون مشكلة من الكاش احيانا لا لازم جرب يعني غير متصفح ما في مشكلة اه هنهزف بس لحد لحد هون الويتس والهايد هنتركم طبعا انا بفضل نكبروا شوي ممكن تترك بس الهي الويتس دا يعني يعني الهي ما في دعوة لانه يعني ممكن تترك بس الهي او بس الويتس ما في مشكلة ولكن يعني اثنين مع بعض هيتشاركوا شكل اللوغو هيتشاركوا بشكل غير متناسق طبعا دي ممكن يعني لو مش عارف كيف حصلت المشكلة ونحلت بسهولة معي يعني لو مش عارف برمجة فلا دي محتاجة يعني برمجة عشان تحلل المشكلة دي ايو تمام ده شكله جيد وحجمه جيد بقي شغلة واحدة يعني بقي شغلة واحدة اللي هي الصورة هنروح على جوجل ونبحث على جوجل او خلاص جوجل.com او فتح جوجل هنروح على جوجل هنا او مبحث عن بلاي بي ان جي ايكون طبعا ريد بالنسبة لدي الصورة يعني دي محتاجة تعديلها على الفوتوشوب الصورة نحنا كنا ساحبين صورة هسعب على الفوتوشوب بدا تعديل شغلة على الفوتوشوب شوي ان شاء الله بسيطة هوقف الفيديو وحرجاء هضيف الزردة للصورة اللي كنا ساحبينها اللي هي كنا حاطينا هنا 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 انترو ايوه دي فيديو انترو هحط زر البطن بالنص هنا هيكون بالنص وحيكون فيه كتابة مثلا بريستو بلاي حيكون فوق حشوف وين الموضع للانسب وحيكون فيه تحت مثل الزرار اللي هنا مزرار تشغيل مثل هنا مثل ذا بالضبط حيكون هوقف الفيديو وارجع لكم بعد ما سوي الصورة ارجع نعمل كونتاني انتهينا من الصورة بنسبة الصورة دي الصورة الجديدة طبعا ضفت الزر البلاي بريستو بلاي ده الكلام ضفته ضفت هو المؤشر اللي هو انه فيديو يعني هذا الفيديو كنتروز بعد ما ضفتها طبعا تبديل الصورة نفس نفس الشيء بالضبط ننسخ أول شيء نرو ننصقه هنا اسم الصورة القديمة هو كنترول ناتشورل نات بي هنحدد ننضغط F2 ننسخ ننسخ اسمك وبعدا نضغط على كنترول X نطلع على برا بعدا ننسخ القديمة ننسخ الجديدة ننسخ الجديدة ننصقه جوه ونغير اسمه للاسم القديم القديم صارت هنا تمام اظن اسمه نفسه لكن محتاج تغيير اللاحقة اللي هي PNJ JPJ طبعا أنا ممكن تغييرها هنا يعني ممكن تغييرها ل PNJ لأسويها بJPJ هنبحث عن اسم الصورة عن طريق كنترول F نضغط على كنترول F نكتب ناتشورل كان اسمه في ناتشورل ايوه ايوه دي الصورة كان ابيع جي حطها JPJ ايوه لكن كمان هاتف SRC Set ده لو انت مش مبرمج يعني مش هتعرف كيف تشتغل بالضبط نجدد الصفحة طبعا ما ننسى نسيف كل ما نشتغلناه في البركت عن طريق فايل save او save عفوان بس save او ctrl S بس الشي طبعا نجدد الصفحة هنا في Chrome عشان نتأكد انه شغلنا كله نظامي ايوه تمام كده صال فيديو يعني شغل تمام طبعا محطوط عليه الروابط لاني عدلنا الروابط فكده وقت يضغط على الفيديو سيحاول على Lending Page طبعا الآن ستضغط الروابط سيطلع لك بجوز يطلع لك خطأ طبعا ما تجرب نسبة للروابط لا تجرب حتى ترفع Lending Page على الاستضافة فعادي لو طلع لك غلط لازل اعتقد انه Lending Page تقريبا انتهت ما فيش اي حاجة تانية محتاجين نعدلها فهنروح على الاستضافة هنفتح File Manager يعني طبعا هتكون داخل على C Panel بعد تضغط على File Manager يفتح لك الصفحة دي طبعا هتحدد Domain من هنا تضغط على Go يفتح لك ال Domain الاساسي ده ال Domain الاساسي هنا هننشئ مجلد جديد اللي هو هنرفع له Lending Page هنسميه باسم هنحدده هنا باسم عنوان صفحة يعني New New Type 2 طبعا لازم ما يكون في فراغ انا ضرور ما يكون في فراغ Type 2 Diabetes Discovery It's Shocking Doctor ممكن نكتب شوكس Doctors هنسحه عبر ما انشاء الملف ده اتكد انه ما موج ما موجود هنجعنا بس بشان اتكد انه ما موجود تمام انشاء مجلد جديد اللي هو هنه هدخل عليه هنضغط على upload هنروح على Lending Page طبعا نحدد صفحة HTML الIndex مع ملفاتها نظر لليمين اضافة للارشيف طبعا ما فورا تضغط على OK دي مهمة جدا وانا كزا مرة وقعد فيها ده غلط نوع الارشيف لازم تحطه ZIB ضروري مش RAR ضروري ضروري تحطه ZIB لاني ما رح تقدر تفك ضغطه اذا كان رار في C Panel لازم تكون ضروري ZIB كزا مرة وقعد فيها اكبوس مباشرة ارفعه بعد ما ارفعه ما يشتعل فكان ده السبب طبعا ضغطنا الملف ضروري يعني ما رح تقدر ترفع الملفات اذا ما ضغطته هكده تمام بس مجرد سحبه لفلات هنا هيفعل مرث تمام كده هنفك ضغطه عن طريق Extract Extract Files خالص داشا انه كده خالص لاندي بيج هتكون خالصة طبعا ناخد الرابط من هنا هناخده وننسحه ونحطه في Links اللي هو لاندي بيج اللي هون من هنا لاندي بيج طبعا هنا HTTP دايما دي دايما HTTP هننسحه ونتأكد انه كل شي نظامي هنبلش متأكد من اول شي انه هيحمل الصفحة تمام الصفحة اشتارت طبعا انا لسخته في المتصفحة لسخت الرابط كبس انت فتح الصفحة تمام شاولنا كله نظامي فتح الصفحة دي صفحتنا طبعا انا لسه معدلت الروابط دي هتكلم عليها لاحقا في دا الفيديو ان شاء الله ولكن لان بس لان عشان تأكد من التطبع الرابط انتظر شوي لابين ما يحمل الصفحة لا يحملها بشكل كامل طبعا عشان تتأكد انه رابط شغال بشكل نظامي لازم اسفل يسار الشاشة الاس واحد والاس اتنين واس ثلاثة واس اربعة لاحظ انه صار بس باك سلاش او بس سلاش مش عارف دي ممكن سلاش فراحوا اختفوا لما دا يظهر لك فرابط تطبع نظامي خضط عليه هيفتحنا في صفحة جديدة عشان بس اتأكد طبعا الرابط اللي هي هون رابط وهنا رابط وهنا رابط نفسه عشان تأكد راح افتح في صفحة جديدة لازم يفتحني صفحة العرض ايوة تمام دي صفحة العرض المطلوبة كده تمام هطلع منها عشان تأكد كمان هنروح الكليك مجيك ونجدد الصفحة لازم يكون دا توتال كليكز زاد كليكي ايوة تمام طبعا يونيكو كليكز دي اللي هو يعني انت مثلا انا دا ضغط نقرة ضغط نقرة ثانية مثلا كده هنحسب كم شخص نقر هو واحد لذلك انا نقرت واحد يعني انا شخص واحد نقرت تنتين فهنحسب تنتين توتال كليك واحد في الونيكو كليكز طبعا بالنسبة للفلاك ضغط نقرات البوتات والحاجات طبعا هنتكلم عن تتبع دول واحدة واحدة وانهي بتهمك منهم مستقبل ان شاء الله ووقت نشغل الحملة وتشتغل كده تمام بس عشان نجربها ستجدد هنا هطلع من الصفحات تمام صار اثنين بقي خطوة واحدة اللي هي بالنسبة للتعديل دا وكمان التعديل الروابط دي طبعا نحنا مش محتاجين بقي خطوة وبقي خطوة هنحتاج ثلاثة امور بالنسبة للصفحات دي صفحات الخصوصية دي مهمة جدا جدا في بينك وبالاها غاربا غاربا حمدتك ما بتوافق عليها فده خطوة مهمة جدا لازم تكتب سياسة خصوصية خاصة فيه لازم تكتب فيه لازم تكتب ديسكلايمر أخلا المسئولية ولازم تكتب شارة ثالثة اللي هي سياسات الاستخدام terms of use فدول يعني هيعزبوك كثير هتبحث كيف هتكتبها و هتشوف يعني ده قصة يعني طويلة عريضة فأنا عشان اسهل عليك العمر عندي صفحات جاهزة الصفحات دي هرفعها ان شاء الله عمل الف و هحط الرابط كل شي رابط مستهدمة في الفيديو هتكون اسفل فيديو الصفحات دي هي هنا انت بس المحتاج منك انه تعدى الروابط فقط وحتى محتاج منك حاجة واحدة في الثلاثة كان السياسات دي حضغطهم و هتقول لك كيف هتستعملهم بالضبط يعني عشان ما يصير فيه اي خطأ ده حضغطه انت حتفك الضغط سيطلع لك المجلدات ثلاثة دي هتدخل على واحد واحد تفتحه في البركت تمام مش محتاج اي برمجة فقط تعديل روابط تدخل عليها بعد ما تدخل عليها هتشوف كلمة yourwebsite.com او ممكن تكتبه مباشر لا يوجد داعي تدور عليها تروع على find replace هرفع على فوق replace هتلصق القديم وهو yourwebsite.com هتحط بداله domainك مثلا dietdiabetes.com وبعدها تضغط على replace all كده انتهى من الاول انتهى سياسات الخصوصية اذا اضغطنا الروابط كده صار تمام طبعا انا لم اعدلها لكي تعرف ان europe site.com اضغط على replace all وكده انتهى نحفظ ملف وتروح الى بعده كده خلصت من ده تروح الى بعده تروح الى بعده نفس العملية بالضبط تفتحها بالبركت تبحث ctrl F أو بدأ ctrl F ctrl H فند replace yourwebsite كتبها بالضبط مثل ما مكتوبة هنا وهنا دومينك مثلا دايت داية طبعا مش مهم حالة الاحرف كبير صغير هنا وقت تعدد بعد ما تبدأ بعد ما تكتبها هنا replace all كده صفحة دي خاصة فيك نروح الى الثالثة والى هي صفحة مهمة جدا جدا مثل ما قلت يعني في بينك بلاش مالش ولو هتعذبك شوي يعني لو يعني لو هتبعث عليها وتكتبها بيدويا هتكون معذبة شوي هكذا 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 سهلت عليك كتابتها ومجرد تعديل روابط ليس محتاجة اي شيء ثاني لا يوجد مشكلة سنزل الى الثالثة بعد ما تعدلها وتخلص بشكل نظامي سترجع الى المجلد الاساسي وهو policies سترجع تضغطه ستكبس اضافة للأرشيف ZIB كما قلنا اوكي بعد ما ينضغط الملف سترجع الى الملف سترجع الى الاستضافة سترجع الى Cpanel سترجع الى المجلد الاساسي الخاص في الـ Domain المجلد الاساسي هنا سننضغطه هنا او عفوا سنرفع الملف هنا تضغط على upload هذا الكلام لكي تستحضر في الصفحة يعني هنا في الصفحة سنضغط رابط D سنغيرها سنذهب سنقوم نرفع المجلد بالنسبة للخدمات لكي توقع لا تتعلم لكن لو ترى هذا الفيديو و تابعته ستفهم كل شيء لا تحتاج اي طرف ثالث ولكن لو لم تفهم أي شيء ستصل لديه خدمات برمجية مخصصة لا يوجد هنا ننتظر لفتح ملف لفتح ملف لفتح ملف طبعاً هناك شيء نريك هذا الرابط نذهب إلى gtmatrix لفتح ملف نذهب إلى gtmatrix.com هذه الصفحة بشكل عام تسحبها من منافس أو من أي شخص منافس ستكون هناك أكواد إضافية هناك أكواد تتبع خاصة هناك أكواد زيادة يجب أن تحسفهم أنا لم أحزفت الصفحة سأقوم بتحزف النسخة قبل و بعد حزف كيف سيكون فرقة السرعة طبعاً هذه لا تستطيع تسويها بدنبرمج لأنني محتاجة خبرة و أين يعرف ما يحزف لكي لا تشارك لكي لا تستطيع الكتابات و لا تستطيع الأخطاء هذه مهمة جداً أنه يكون تحت إيدنبرمج هذه الخدمة ممكن نقدم لك وسعر رمزي لا نقوم بها كثيراً هذه الخدمة ممكن تلاقيها بسعر 50 دولار 70 لا أعرف 100 سنكون سعر رمزي ليس كبير طبعاً الصفحة بشكل عام يعني تقريباً يعني بأعتقد أي منافس بصحبنا الصفحة لازم لازم تحزف أكواد تتبع الخاصة فيه ولازم تحزف الأكواد اللي ما لا لازم بالصفحة اللي ما لأي اهتمام يعني يعني ما لأي استعمال في الصفحة دي مهمة جداً وانا بعملها في أي صفحة بصحبها فوراً بعملها طبعاً ستشوف فرق السرعة يعني أمامك تشوف الفرق فعلاً فيه فرق واضح ده مهم جداً بالنسبة للعميل وقت يشوف الصفحة سيدخل على الصفحة يعني لازم لازم تكون الصفحة سريعة مش بطيئة طبعاً هنا في دور يعني موقفين على الدور بقية أربع ثواني فلازم تكون صفحة سريعة اوه تمام يعني زي ما إنا شايفين هنا في طلبات كثيرة في زمان تحميل طبعاً أربعة سبعان أو فاصلة أربعة سريعة سريعة جداً جداً يعني لو كان نت منزلي سيكون تقريباً سبع ثواني هذا يعني هذا مجرب من سيرفر السيرفر رسلت فيه فوق 100 ميجا في الثانية يعني فوق السرعة دي أربعة ثواني وفاصلة أربعة ده بطيئ جداً لازم يكون تقريباً ثلاثة وأقل يعني ده السرعة يعني في صفحة الهبوط طبعاً العلامات تشايفين C D يعني سيئ جداً يعني فاللي هسوي إن شاء الله يعني ممكن أسوي الخدمة هتشوف حوقه في الفيديو هشتوال على الموقع ده تقريباً يعني ليس هتطول كثيراً يعني يعني شغلت ساعتين ثلاثة ممكن أربعة ساعات أما بالنسبة ليك يعني إن شاء الله ليس هتطول أكثر من نهار يوم يعني 24 ساعة تكون الخدمة جاهزة تكون موقعك لو أعطيتنيها تكون جاهز هتشوف لك كل شيء أكواد تتبع قديمة طبعاً ده ممكن تأثر عليك التتبع وممكن يصير تضارب ممكن تسوي أخطاء فهتشوف ده ومالك لزمة فيها أصلاً يعني في كثيراً وطبعاً سيحافظ على الشكل الخارجي للموقع يعني ليس هتختلف أبداً ممكن المسافة اللي هنا من تحت ده أشيلها مثلاً يعني ستجهز لك الصفحة بشكل كامل ستكون جاهزة كده سيكون تمام سوقف الفيديو وارجعنا لكم بالفيديو طبعاً أنا سرعت الاندبيج هذه النسخة الأولية وهذه النسخة الجديدة طبعاً كما نرى يعني ما في فرق أبداً في الشكل سنرى هذه السرعة كانت 4.1 السرعة القديمة السرعة الجديدة أصبحت 2.1 يعني الحمد لله نزل للنص الحمد لله طبعاً كما نرى A B يعني نتائج مبهرة الحمد لله والحجم الصفحة حجم التحميل الصفحة هنا 280 كيلو هنا كان 950 تقريباً يعني نزل للربع تقريباً الحمد لله يعني بالنسبة للسرعة هذا مهم جداً جداً في صفحتك لاندبيج لازم تكون لاندبيج بتاعتك سريعة جداً عشان لما تعمل حملة ما يكون سبب فشل الحملة هو بطء لاندبيج يعني ممكن تكون كل شيء يشغال تمام ولكن لاندبيج بطيئة ف العميل وقت يدخل عليها يطلع مباشر يعني طورت لفتحة طبعاً انت لو حتدخل على مقالة وشفت طولت اكتر من 5 ثواني انا بعتقد يعني حتطلع لو كان نت عندك طبعاً مثل برة في اوروبا في امريكا نت سريع هيكون يعني اقل بيت اعتقد 8 ميجا في الثاني 8 ميجا بايت عندهم عفواً 8 ميجا بيت فده اقل بيت انا حسب العلمي ده النت عندهم ف لو تشوف فيديوهات اجنبية ستشوف انه وقت بفتح مثلا جوجل أو بفتح مواقع بفتح بأقل من ثانية يعني المواقع كله بأقل من ثانية فاذا تأخر مثلا تأخر خمس ثواني او اربعة يعني ممكن احتمال كثير كبير انه يترك الموقع طبعاً هذه الخدمة حقه يعني مش بصار غالي يعني محتاجة شغل يعني تقريباً شي ثلاث ساعات عاقق ثلاث ساعات اه ان شاء الله انا حقدم لك خدمة احترافية مثل ما احترده لو كنت هتشترع بورك مش هاخذ منك مية وخمس وثلاثين هاخذ منك فقط خمسة عشر دولار دائم دي مساعدة مني لك يعني عشان ما يكون يوقف شيء بطريقك يعني ان شاء الله هقدم لك خدمة يعني من فرق السرعة وواضح الفرق وعدد الطلبات دي مهمة جداً لو تعرف شوي انه دي يعني كلمة لازم تكون الاقل ما يمكن عشان ما يطول موقعك في ما يفتح طبعاً شفنا الصفحة القديمة صفحة الجديدة التصميم كان نفسه فما في مشكلة هنعيد الشرح بالنسبة للشيء اللي عملته بالفيديو بعد ما خلصته اللي هي عدلت الروابط دي ومشيت فيها بالتفصيل كانت الروابط هنا زي ده about disclosure privacy policy عدلناها وسويناها كده وطبعاً روابط صالحة شغالي هنعيد نشتغل فيها ما في مشكلة بعد ما رفعنا المجلد اللي هو policies بعد ما رفعنا الملف المضغوط هنستخرجه عن طريق extract اللي من هنا طبعاً أنا مستخرجه وحالس بعد ما استخرجها حيكون في مجلد policies اسمه يعني يستخرج له مجلد policies هتدخل عليه تشوف المجلدات ثلاثة طبعاً أنا فضيتهم لبرا انت لازم تعمل كده هتحدد ثلاث مجلدات تضغط على select all بعد تضغط على move وبعده هنقول لنا ننشأ مجلد هنا عشان بس الشرح ننشأ folder هنسميه test نضغط على reload عشان نجد المعلمات كده تضغط عليه select all عشان نحدد ثلاثة مجلدات وبعده تضغط على move وبعده تشيل الكلمة policies وتشيل الشحطة أو عفون slash تضغط على move files كده سيكون نسخ الملفات أو وقسم من هنا ووضعهم هنا كونه ده المجلد test هنشيله من هنا confirm حذف طبعاً هذه المجلدات اللي هي progressive policy terms والثالث اللي هو disclaimer هنشوف كيف هنعدل لهم هنعدل الرابط في هنروح على ال landing page بتاعتنا ندخل عليها من هنا ال بي تو طبعاً انا عدلتها ولكن عشان نشرح طبعاً اول شغلة من روح على chrome من روح على رابط هنا هتحدد كلمة about تعمل له نسخ تحدد دات تنسخها ما تنسخ الرابط بس حدد كلمة about وميل كنترل سي بوس كنترل سي هنروح على ال brackets هيفتحنا الصفحة خلنا نرفع لفوق نضعط على find نضعط على replace طبعاً هننصل الكلمة الأقديمة اللي هي about طبعاً أنا مش هيطالع أي نتيجة لأني عدلتها مسبعاً فبعد ما تضعط وتضعط about هتحط replace with اول وحدة هنخليها terms of terms of use وهذا تضعط على replace all طبعاً أنا عملت عملية دي لذلك هنا بيعطيني انه ما في نتائج فبعد ما تبدل دي ترجع تروح على chrome و نفس اللينك هو تعمل ضغط اليمين تضغط على الظر اليمين copy link address وترجع على bracket و نفس العملية find replace تلصق اللينك هنا القديم هذا اللينك القديم طبعاً هنا ما رح يطلع لأي نتائج يعني لأني عدلتها مسبقاً هنا هتكتب http رابط يعني هتكتب رابط http طبعاً هنا هتحط dominic أنا بحط dominida dot com slash هنا نحنا سمينا أول وحدة اللي هي terms of use فهتكون صفحة السياسات الخصوصية اللي هتتبدل مع about فحنكتب terms بحط بحط سلاش الكلمة دي منا نجبتها دي المجلد أنا وقت بحط سلاش هنا ده سلاش أولي فبدخل على المجلد اللي بعده وقت بكتب كلمة هنا بدخل على المجلد بعده هنا مجلد وين موجود ده ده عم نحكي فيه بالاستضافة هنا في الاستضافة نحنا مو رفعنا المجلدات بعدها استخرجناها على الصفحة أو على الدومير الأساسي نحنا استخرجناها وحطناها على الدومير الأساسي فهنا صفحة اللي هي نحنا كان محطوط جوات طالعنا لبرة وحطناها على الرئيسي الدومير الرئيسي فعشان ندخل على ده المجلد ويعني ندخل لي صفحة جوات وتفتح هنكتب زي كده terms كتبنا الدومين تمام بعدها سلاش بعدها سلاش كده نحنا احدنا الصفحة صفحة terms of use نفس العملية بالضبط هنكررها هنزل ده نفس العملية بالضبط هنكررها لباقي الروابط هنحدد دي طبعا انا بتكلم عن المثال ده يعني ده المثال حطت about حطت disclosure ممكن نكون محططها terms of use disclaimer و privacy policy فانت مش محتاج تعدل الكلمة الكلمة هي هي ما رح تغيرها هتعدل بس الروابط اللي هو هنقدله عن طريق زر اليمين كوي لينك ادرس و هتعدله في البركت مثل ما شفنا بالضبط بالنسبة لتعديل الكلمة كمان هتحددها مع يعني كلمة جنبها ضروري دي تعدلها يعني تحدد ممكن تحدد لهون ما في مشكلة لا وين ما بدك عشان نبحث عنها ولكن لا تحددها لواحدة لاني لو حددتها لواحدة ده انت بتحدد كل الروابط اللي بالموقع او باللاندي بيج اللي هي فيها diabetesfortoday.com فحيطلع اكتب نتيجة انت عايز بس النتيجة اللي دي بتحت يعني انت بعد الكوبيرايد فحنحددها وطبعا انا محددها حالس ستضغط على هنرفع دي find replace هتلصق هنا طبعا هتطلع لها النتيجة اللي هي هنا نحن طلع لناها هنا انت هتبدلها ممكن انطري find بس عشان تعرف وين موجودة هنا مثلا وقت كتبت له دي دي تباتي فطلع لي وين موجودة ممكن تعدلها يدوي يعني تمسح دي مثلا كده تمسحها كتابة طبعا بس الكتابة وتمسحها مثلا تحط domain your domain dot com مثال يعني انا طبعا هخليها نفسها ايوه كده تمام دي عشان تعدل رابط الرابط الاندوي باج اللي عندك بعد ما تعدلها يعني مثل ما شفنا يعني خطوة واحدة اللي هي ضغط الملفات نضغط الملفات عن طريق اضافة الارشيف zip لا ننسى دي الخطوة مهمة جدا جدا يعني انت بتسرع ممكن وتضغط على اوكي لا سترفع وتتعذب ومع الفوضي يعني فمن الاول ضغط zip وخلصنا اوكي بعدها بتروح على الاستضافة على cpanel سنرى هنرفعها طبعا على المكان القديم بعد ما سمينا مجلد هتدخل عليه وتضغط على upload تستنى الصفحة على تفتح تشد الملف من الزل اليساري يعني تضغط عليه وتشده وتسحب سحب هنا وبعدها تتركه وحيحمل ملف طبعا انا مش هحمله بس هلغي لغيته لاني انا رافع المجلد كده تمام ان شاء الله كده شغلنا انتهى بشكل كامل الحمدلله لا تواهزونا بعدها طوالنا الفيديو عليكم لكن يعني كان فيه معلمات كتير 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 مفيدة ان شاء الله ستكون كتير مفيدة ليك وعيده مر ومرتين وفهام بالضبط شو صار يعني عشان تعرف تضبط الامور صح ولو شفت شغل ستجد عليك او كذا سجل السلطة لا يوجد مشكلة عشان نشوفك ان شاء الله في لقاء الويبنار او اللايف سيكون ان شاء الله في كل اسبوع يعني متما تعوادنا ان شاء الله ولو اندي اي سؤال او اي استفسار يعني ما تنسى تسجله ويفضل تعيد الفيديو مرة ومرتين يعني عشان تكون فهمانه صح وتكون عارف ليش صارت هذه الحاجة والحاجة صارت كذا داخل عشان ميكون يعني اسالك تكون مكررة عشان تكون يعني عارف كيف تشتغل طبعا لانشاء ان شاء الله التسريع الموقع يعني دي مهمة جدا جدا لو سواء اخطها من عندي او من عن ظهير مية يعني من اي عند اي حد ولكن ضروري ضروري تعملها لان اي دي يعني مهمة جدا لكي لا تفشل حملتها بسبب التسريع سوف نكون هنا من الفيديو إن شاء الله في الفيديو القادم سوف تكون بقى عن إنشاء الحملة إنشاء أول شي حساب بينك وبعدها إنشاء حملة وبعدها تحسينها سوف تكون إن شاء الله في الفيديوهات القادمة إن شاء الله كام معكم توفيق السيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة